بسم الله أهلا بكم في الحلقة التانية من سلسلة شرح الأفعال الناقصة أو the modal verbs in English الحلقة اللي فاتت الجزء الأول اتكلمنا عن الفرق بين will and would وعرفنا الفرق بينهم بالتفصيل والنهاردة ان شاء الله هنتعلم الفرق بين can and could يلا نبدأ الحلقة بس please تابعوا الفيديو للنهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة فعلوا زر الجرس واختاروا all أو all call وما تنسوش تعملوا like للفيديو يلا نبدأ ايه الفرق ما بين can و could هنشوف مع بعض أول حاجة can يعني يستطيع الفعل الناقص can يعبر عن القدرة أو الاستطاعة أنا أستطيع فعل هذا الشيء القدرة أو الاستطاعة في المضارع في الوقت الحالي at the present time طيب ادينا مثال مثلا I can speak English I can speak English أنا أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية أو أستطيع تحدث الإنجليزية إذن هذه قدرة في الوقت الحاضر في زمن المضارع He can swim هو يستطيع أن يسبح بيعرف يعوم وزي ما احنا شايفين can يأتي بعدها الفعل في صيغة المصدر the bare infinitive فكرين زي will و would الفعل بعد can بيكون في صيغة المصدر يعني فعل خام بدون أي إضافات بنسمي bare infinitive infinitive الفعل في المصدر اعرفوا زي ما تحب can swim وcan طبعا بتستخدم مع جميع الضمائر أو the subject pronouns I can speak English He can swim ولو حبينا نمفي can نفي can هو can't can't وcan هي في الأصل can not على فكرة علشان نكتب can not ما بيكونش في بينهم فاصل not بتكون بعد can على طول بدون فاصل بينهم cannot can I can't speak German أنا أستطيع أن أتحدث الإنجليزية ولا أستطيع أن أتحدث الألمانية I can't speak German نلاحظ الفرق ما بين نطء can المثبتة and can't المنفية في اللغة الأمريكية الت في نهاية can't بتكون غير منطوقة طب إزاي هفرق في النطق ما بين can المثبتة and can المنفية في الإثبات بقول I can speak English I can 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 نقوله معي I can speak English ما بيكونش فيه stress على can ما بتكونش ظهرة ليه لإني أنا اللي همني الفعل إني أنا أستطيع فعل هذا الشيء I can speak English أما في النفي فبيكون تركيزي على نفي القدرة I can speak German I can speak German ظهرة جدا وعليها stress I can speak German نقوله معي He can swim I can speak English I can speak German He can swim He can swim هو لا يستطيع أن يسبح ما بيعرفش يعوم طيب ولو عاوزة أكون سؤال مثلا عن هذه الجملة I can speak English إزاي أسأل سؤال بسيط A yes no question فاكرين المقص اللي كنا بنعمله مع verb to be نفس الطريقة هنبدأ الجملة بفعل مساعد وهنا الفعل can هو الفعل المساعد وليس الفعل الأساسي can is the helping verb لأن عندي speak هو الفعل الأساسي للجملة إذن هبدأ السؤال بcan أوكي Can you speak English أنا بسألك إده Can you speak English Can you speak English أيوة yes I can أو yes I can speak English Can you speak English I في السؤال حولتها ليو لإني بسألك أنت وحضرتك لما ترد بتقول Yes I can speak English أو yes I can الإجابة المختصرة أما لو لا تستطيع طبعا هتقول الإجابة بالنفي No I can No I can أو No I can't speak English وماذا عن Could Could هي الباست أو الماضي من كان وتعني استطاع أوكي أيضاً Could تعبر عن الاستطاع ولكن الكدرة أو الاستطاع هنا في الماضي In the past يعني شيء كنت بقدر أعمل في الماضي فمثلاً When I was five years old عندما كان عمري خمس سنوات I could swim I could swim كنت أستطيع أو كنت أقدر أن أسبح كنت بعرف أعمل When I was five years old I could swim Could قدرة أو استطاعة في الماضي طيب إزاي ننفي Could إزاي ننفي Could يعني لو أنا عاوز أقول لما كان عمري خمس سنين أنا ما كنتش بعرف أعمل ما كنتش بقدر أسبح هقول إيه؟ طبعاً When I was five years old I النفي Could Not والاختصار Couldn't 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 بتكتب منفصلة مش زي Can not اللي بنكتبها كلها كأنها كلمة واحدة Could لوحدها and not لوحدها أما الاختصار Couldn't قولوا معايا Couldn't إذن نفي Could Couldn't لم أكن أستطيع السباحة ولو حب أكون سؤال عن الجملة دي سؤال هيبدأ بإيه؟ بكود أوكي طبعاً هنبدأ بالفعل المساعد اللي هو Could وأنا هسألك أنت I في السؤال على طول نحولها ليو طيب Could you swim الفعل Could you swim إذن Could الفعل اللي هو You حولت I ليو ثم الفعل swim وبعدين هنكمل الجملة Could you swim when you were five years old ثاني آي هنا كمان حولناها ليو ركزوا معايا أكيد مش هحول آي الأولى واسيب آي التانية ثاني Could you swim when you were five years old was أصبحت were علشان I حولناها ليو قولوا معايا you were were you were was تستخدم مع الضمير I أما were وتنطق were تستخدم مع الضمير you you were Could you swim when you were five years old هل كنت تستطيع السباحة عندما كنت خمس سنوات؟ والإجابة هتكون لو بالإجابة طبعا يجب أن تقول yes I could yes I could أما لو النافئة no I couldn't no I couldn't swim when I was five years old تاني استخدام لكود تاني استخدام لكود بيكون معا the indirect or the reported speech فاكرين يعني إيه؟ indirect or reported speech الكلام المنقول أو الكلام غير المباشر يعني شخص قال لي حاجة وأنا عاوزة أنقلها لحضرتك نعمل كده إزاي؟ بصوا معايا على الصبورة لو علي مثلا قال لي I can swim I can swim أنا أستطيع السباحة وأنا عاوزة أحكي لك عن الجملة دي هنقلها لك يعني ده أصبح كلام غير مباشر كلام منقول هقولها إزاي؟ هقول he said مين هي؟ علي أنا أشير لعلي الشخص اللي قال لي الجملة دي he said في الماضي هو قال الكلام خلاص وانتهى he said what he said that قال أنه he said that he تاني لأن علي يعني هي مش هستخدم الضمير I مرة تانية خلاص أنا بتكلم عنه هو he said that he وبدل كان على طول أحولها لي could in the reported or the indirect speech كان تحول لي could he said that he could swim he said that he could swim كان تحول لي could in the reported speech في الكلام المنقول أو الكلام غير المباشر وتاني استخدام لكان and could هو for request 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 يعني الطلب request طلب كان وكود يستخدموا للطلب أيوة كان وكود إزاي؟ مثلا can can you open the window can you open the window ممكن تفتح الشباك ده طلب طبعا الطلب بيكون في صيغة سؤال بدأنا بcan بعدها subject pronoun أو الفاعل ثم الفعل وباقي الجملة ومن ننساش the question mark أو علامة الاستفهان can you open the window نلاحظ إننا في نهاية السؤال صوتي بيكون مرتفع قولوا معايا can you open the window can you open the window الصوت لازم يكون مرتفع ليه؟ لإني مستني رد لسه كلام ما تقفلش أوكي؟ أو في حركة هتحصل can you open the window إما الشخص هيقوم يفتح أو هيرفض can you tell me how to go to the bank؟ can you tell me how to go to the bank؟ ممكن تقول لي كيف أصل للبنك أو للمصرف؟ تاني can you tell me ونكمل how to go to the bank؟ can you tell me how to go to the bank؟ برضو صوتي مرتفعة في النهاية يقولوا معايا can you tell me how to go to the bank؟ أوكي ونفس السؤالين ممكن بدل ما استخدمنا can نستخدم could شايفين؟ مش هتلاقوا أي فرق إلا في could إزاي؟ could you open the window؟ could you open the window؟ ممكن تفتح الشبك could you tell me how to go to the bank؟ could you tell me how to go to the bank؟ طيب إيه الفرق؟ الفرق هو إن can تستخدم في المواقف الغير رسمية يعني مع الأصدقاء، مع حد من العيلة، مع شخص نعرفه أو من سننا أما could هي أكثر أدبا من can أوكي؟ إذن could is more polite and more formal than can يعني أكثر أدبا وأكثر رسمية من can تمام؟ could you open the window؟ could you open the window؟ could you open the window؟ can you tell me how to go to the bank؟ could you tell me how to go to the bank؟ هؤلكم على طريقة تانية تسألوا بيها عن الأماكن، وهي، بصوا معايا على الجملة اللي هتظهر على الشيشة، could you tell me where the post office is؟ أو طبعا can you tell me where the post office is؟ could أو can؟ مش مشكلتي دلوقتي، إنما المشكلة في باقي السؤال where the post office is؟ ما ينفعش نقول where is the post office؟ ده غلط، يجب أن نقول could you tell me أو can you tell me where the post office is؟ إذ بتكون في آخر السؤال، إنما لو قلنا where is the post office؟ إحنا كده عملنا سؤال داخل السؤال، يعني إيه سؤال داخل السؤال؟ يعني ببساطة could you tell me؟ ده سؤال، where is the post office؟ ده سؤال تاني، ننفعش سؤالين اتنين يكونوا في نفس الجملة، يبقى هنبدأ الجملة طبعا بسؤال، والسؤال التاني هنقلبه لجملة عادية، وتالت استخدام لكان وكود هو possibility، possibility يعني الاحتمال، احتمال، او امكانية، can تستخدم للتعبير عن الاحتمال، وكود أيضا تستخدم للتعبير عن الاحتمال، أو the possibility، ولكن، can possibility في الوقت الحاضر، in the present، اما could فتعبير عن الاحتمال، أو the possibility in the future، في المستقبل، could وتعبير عن المستقبل، نعم، هي دي اللغة الإنجليزية could تستخدم للتعبير عن احتمال، شيء ممكن يحصل في المستقبل، هنشوفها حالا، طيب، نشوف اول جملة you can easily get lost in this town من السهل ان تضل في هذه المدينة town مدينة get lost، تضيع او تضل، تتوه هنا، انا بكلم شخص مثلا غريب في المكان، فبقول له انت ممكن هنا سهل جدا ان انت تتوه، يعني احتمال، لو نزلت ما تقدرش ترجع، احتمال، ممكن يعرف يرجع، اما لو استخدمت could للتعبير عن الاحتمال or the possibility، اذا انا اعني المستقبل، ازاي؟ they could come by car they could come by car احتمال انهم سوف يأتوا بالسيارة الاحتمال هنا مش مؤكد اوي، الجملة دي تساوي may be they will come by car الاحتمال هنا ضعيف you are uncertain انت مش متأكد اوي، انما احتمال انهم سوف يأتوا بالسيارة، بتساوي may be they will they will come by car ورابع استخدام لكان وكود هو لطلب الاذن asking for permission asking for permission طلب الاذن ازاي؟ والاتنين بيستخدموا لطلب الاذن؟ ايوة في صيغة سؤال، مثلا can i speak to mr. أحمد؟ can i speak to mr. أحمد؟ can i speak to mr. أحمد؟ ممكن اكلم الاستاذ أحمد بكان او ممكن اقول could i speak to mr. أحمد؟ could i speak to mr. أحمد؟ نفس المعنى ممكن اكلم الاستاذ أحمد ونفس الفرق ايه الفرق ما بين can و could في الجملتين او في السؤالين can informal او غير رسمية اما could اكثر ادبا واكثر رسمية يعني more polite and more formal than can can i speak to mr. أحمد؟ could i speak to mr. أحمد؟ نفس المعنى can i use your mobile can i use your mobile mobile not mobile mobile British لهجة بريطانية mobile American can i use your mobile ممكن استخدم تليفونك could i use your mobile could i use your mobile ممكن استخدم تليفونك نفس المعنى إنما قلنا could أكثر أدبا من can can يعني ممكن نقول could i use your mobile please could i speak to mr. أحمد please هنا في لقطة مهمة متعلقة بcan can فقط وليس could can أيضا تستخدم لإعطاء الإذن giving permission إعطاء الإذن giving permission إزاي؟ ممكن نقول you can borrow my camera for some time you can borrow my camera for some time camera تقدر أو تستطيع أن تستعير الكاميرا بتاعتي لبعض الوقت هنا أنا بديك إذن I give you a permission giving permission باستخدام can ما ينفعش نستخدم could لا ما ينفعش لإعطاء الإذن استخدم can فقط لرفض إعطاء إذن أو علشان تقول إن هذا الشيء غير مسموح ممكن نقول you can smoke here you can سمعين can you can smoke here ما ينفعش أو غير مسموح إنك تدخن في هذا المكان أو you can go home now لا يمكن أن تذهب للمنزل الآن you can go home now أنا بقول غير مسموح ما بتكلمش عن القدرة أو الاستطاعة you can smoke here you can go home now وخامس استخدام لcan فقط can هو the offer العرض offer عرض والاستخدام ده مع can فقط could مش معانا هنا طيب can I help you طبعا ده أشهر سؤال لعرض المساعدة في أي مكان can I help you لعرض المساعدة can I help you ناخد بالنا من الصوت can I help you الصوت في الآخر مرتفع قوله معايا can I help you أقدر أسعدك أو ممكن أسعدك can I get you a cup of tea can I get you a cup of tea وبسرعة ممكن نقول can I get you a cup of tea cup of tea بدل cup of tea ممكن نقول cup of tea بسرعة can I get you a cup of tea إذن can تستخدم للعرض العرض المساعدة زي ما شفنا في صيغة سؤال وآخر حاجة هنتعلمها النهاردة هو استخدام could للإقتراح suggestion اقتراح suggestion ازاي نستخدم could للإقتراح ما ينفعش نستخدم can no could فقط ممكن نقول we could meet next Friday we could meet next Friday ممكن نتقابل يوم الجمعة المقبل هنا أنا أقترح we could meet next Friday أو we could eat Italian food if you want we could eat Italian food if you want ممكن ناكل طعام إيطالي لو تحب أو إذا كنت تريد ذلك وآخر استخدام لكود هو للتعبير عن إمكانية حدوث شيء أو احتمالية حدوث شيء في الماضي اتكلمنا عن الاحتمال في المضارع مع كان والاحتمال في المستقبل باستخدام كود وماذا عن الماضي في الماضي الماضي بيكون مع could وإنما مش كود لوحدها could have could have للتعبير عن إمكانية حدوث شيء في الماضي نستخدم could have وطبعا could have plus the p p p التصريف الثالث للفعل could have plus the past participle أو التصريف الثالث للفعل تستخدم للتعبير عن إمكانية حدوث شيء في الماضي أو إحتمالية حدوث شيء في الماضي تعالوا نشوف الجملة I could have lent you the money I could have lent التصريف الثالث the past participle I could have lent you the money why didn't you tell me لي ما قلت ليش I could have lent you the money why didn't you why didn't you tell me could have نقولها بسرعة could have could have could have واختصارها بيكون كده apostrophe v e اختصار could مع have could have could have قولوا معايا I could have lent you the money why didn't you tell me كنت ممكن أقرضك أو أسلفك النقود لماذا لم تخبرني لي ما قلت ليش يعني لو كنت قلت لي خلاص هو ما قلش في الماضي كنت ممكن أسلفك الفلوس I could have lent you the money ودي كانت آخر معلومة معنا في حلقة النهاردة لسه في استخدامات بسيطة لكان وكود هنشوفها إن شاء الله مع بعض في حلقة الفعل الناقص أو the modal verb must أرجو تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة لو لسه ما شفتوش الجزء الأول من شرح الأفعال الناقصة ياريت تشوفوها هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وفي أول تعليق على الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد شكرا اشتركوا في القناة